اشتركوا في القناة حشود مليونية في إيران احتفالا بذكر انتصار الثورة الإسلامية وروحاني يؤكد الثبات على المسار الذي اختاره الشعب قبل أربعين عاما ضريف يؤكد استعداد طهران للتعاون مع لبنان في المجالة كافة وباسيل يرفض المشاركة في مؤتمر وارسو وسائل أعلام إسرائيلية تكشف عن محادثات سرية أجرها نتنياهو مع ولي عهد أبو ظبي بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران استشهد 16 مدنيا بينهم أطفال في قصف لطائرات التحالف بقيادة واشنطن استهدف ريف دير الزورة ونفذت طائرات التحالف قصفا مكثفا على المنازل السكنية في بلدة الباغوزة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي وبادية بلدة الطيانة بالريف الشرقي بحسب ما نقلت سانا عن مصادر محلية وكانت طائرات التحالف قد جددت غاراتها على الأراضي السورية بذريعة محاربة تنظيم داعش استهدف عدوان إسرائيلي محافظة القنيطرة جنوب سوريا واقتصرت الأضرار على الجانب المادي وفق ما نقلته وكالة سانا العدوان استهدف مستشفى القنيطرة المدمر بعدة قذائف من دبابة كما استهدف أحد المراصد في جبات الخشب إضافة إلى منطقة تل الدرعية أعلن الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث في سوتشي مع نظيريه الإيراني والتركي حسن روحاني ورجل طيب أردغان سيبحثون تحقيق تسوية مستدامة للوضع في سوريا بيرول كريملين أكد أن بوتين سيشارك في القمة الثلاثية الرابعة لزعماء الدول الضامنة لصيغة أستانا مشيرا إلى أن بوتين سيعقد لقاءات ثنائية مع كل من روحاني وأردغان ناقش مجلس الأمن الدولي الجهود المبذولة لمكافحة داعش على المستوى العالمي وفيما خلصت التقارير الدولية إلى تراجع عملياته العام الماضي حذرت من أن التنظيم لا يزال يتمتع بقيادة مركزية ويعمل بأساليب سرية جديدة لتقويد الاستقرار التفاصيل مع الزميل نزار عبود القضاء على داعش لن يتحقق بين ليلة وضحاها فالتنظيم يقيم شبكاته عمل سرية في الشرق الأوسط ويمتلك أسلحة حديثة تصل حد تهديد سلامة الطيران المدني وحسب الأمم المتحدة فإن انتشاره في سوريا والعراق لا يزال بالغ الخطورة يبقى داعش يمثل تهديدا أمنيا كبيرا ويتمتع بقيادة مركزية ويحتفظ بين 14 ألفا و18 ألف مقاتل في سوريا والعراق بينهم 3000 مقاتل أجنبي وهو يواصل العمل على المستويين المحلي والإقليمي التنظيم ينوع مصادر دخله عبر بيع نفط سوري ويتعامل بالبورصات والمصارف ويتاجر بالأعضاء البشرية والأدوية المزورة وحتى بالعملات المجفرة ولا يمكن القضاء عليه إلا بدعم السلطات الشرعية المحلية بينما انتقلت روسيا تسليح داعش تحت غطاء تسليح حركات المعارضة رغم دعواتنا المتكررة للأسف تواصل الأمم المتحدة تجاهل تزويد داعش بسلع ذات طبيعة عسكرية فالإرهابيون يقدمون أنفسهم كحركات معارضة لشراء تلك الأسلحة في صفقات غير شفافة مندوب الولايات المتحدة قال إن بلاده تقدم دعما ماليا كبيرا للاستقرار في سوريا والعراق وتعمل على منع سفر المقاتلين الأجانب بشتى الوسائل عندما أعلن الرئيس الأمريكي انتصاره على تنظيم داعش في سوريا والعراق شكك كثيرون بتلك المزاعم لا سيما وأن التقارير الدولية تؤكد أن تنظيم داعش يترعرع ويتحول لا سيما في نفس المناطق التي تسيطر عليها القوات الأمريكية نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين في الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإيرانية قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الحضور القوي للشعب في مسيرة أحياء الذكرى يثبت فشل مؤامرات العدو مؤكدا أن الإيرانيين سيواصلون مسيرتهم التي اختاروها قبل أربعين عاما نحتفل بذكرى انتصار الثورة في وقت نواجه فيه مؤامرات أمريكا المجرمة والصهيونية والأنظمة الرجعية الإقليمية هؤلاء كلهم يحاولون ممارسة الضغوط على شعبنا هذا الحضور الهائل لأبناء الشعب الإيراني في كل أنحاء البلاد ولسيما في طهران يدل على أن كل ما خطط له من مؤامرات العدو قد أبيد وفشل وحجم الحضور يؤكد أن العدو لن يتمكن من تحقيق أهدافه المشؤومة ونحن سنواصل مسيرتنا كما اخترناها قبل أربعين عاما روحاني أشهد بالديبلوماسية الإيرانية وقوة الشعب للخروج من تحت البند السابع وحفظ حق البلاد في استخدام التقنية النووية لقد تمكننا من تحقيق ما كنا نطمح إليه في الكثير من المجالات ونحن المنتصرون ونحن البلد الوحيد الذي لم يطأطئ رأسه أمام العدو لقد خرجنا مرفوعي الرأس من البند السابع في الأمم المتحدة وهذا يجسد قوة الشعب الإيراني وقوة الدبلوماسية الإيرانية نحن البلد الوحيد الذي سجل حقه في استخدام التقنية النووية السلمية في مجلس الأمن الزميلة بسانتراف طابعت عن قرب المسيرات والشعارات وآراء الناس في ذكرى الثورة الإسلامية في إيران وأعدت التقرير التالي هنا ساحة الحرية وهي واحدة من الساحات التي كان لها دور بارس في نيل الشعب الإيراني حريته وانتصار ثورته وتعد أول نقطة مر منها الإمام الخميني بعد وصوله إلى العاصمة الإيرانية يطالعنا هنا كل أطياف الشعب الإيراني من مختلف الفئات والأعمار والانتماءات جاءوا لتأكيد دعم قادتهم مهما تكون العرقيل والعقوبات يجب أن يتعلم ابني من الآن حب قائد الثورة والولاء للوطن ونقول اليوم لقائد الأمة نحن حاضرون في كل الساحة ترامب قال إننا لن نتمكن من الاحتفال بأربعين الثورة لكنه اليوم تلقى الرد وسنبقى نطلق الشعارات ضد أعدائنا لأنني أحب شهداء الثورة الإسلامية أتيت اليوم ولن نسمح لأعداء الثورة بأن يستخفوا بنا هذه المسيرات كان قد وصفها المرشد الإيراني السيد علي خامنة بأنها هزيمة للأعداء وبأنها إحدى العجائب حيث لم يحل الطقس البارد ولا طول المسافات دون مشاركة الحشود الضخمة للتعبير عن موقفها وهو ما يظهر عزيمة الشعب الإيراني وحضوره في الميدان ووحدته أقول لترامب انظر كيف احتفلنا اليوم كنتم تحلمون بكسرنا ولكنكم واهمون أنا من جرح الحرب أربعون عاما وأنا أدافع عن الثورة نحن صامدون كي لا يضيع دماء الشهداء سلة إلى هنا توافدوا ليحطموا صورة يحاولوا أعباء بلادهم تشويهها وليظهر وجهها الحقيقي أبرز ملامحك الحرية والوحدة والانتماء والقوة والصمود نقول لأمريكا أن العقوبات لم ولن تضعفنا ونؤكد أننا نقف وراء السيد خامنئي بصلابة وسنواجه صفعة لأمريكا ونقول الموت لك إذن أربعون عاما وحناجرهم لم تهدأ في وجه الظلم والطغير وهمتهم لن تبرد هذه المسيرات خير رد على سنين من المؤامرات والاعتداءات والحصار الموت لأمريكا وإسرائيل الموت لبريطانيا النصر للإسلام فليمنح الله قائدنا الصحة والعافية أربعون عاما والثورة لم ولن تشيخ جيل وراء جيل نم جذورها فلننبط في الشيبها وشبابها نسائها وصغارها لتقلول للعالم كله فورتنا باقية وعزبنا لا يلين بسانترف تهران الميادين قال يد الله جواني مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون السياسية إنه إذا هاجمت أمريكا إيران فأن بلاده ستمحوت الأبيب وحيفا من على وجه الأرض بدوره أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف أن تهران ستعاقب بحزم المعتدين عليها وأكد أن سلوك الأمريكيين تجاه إيران لن يتغير في المستقبل مشددا على أن الثورة وخلافا لرغبة الأعداء بلغت مرحلة النطج وأصبح الشعب الإيراني أكثر وفاءا لها التقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وزير الخارجي الإيراني محمد جواد ظريف وبحث معه آخر تطورات السياسية في لبنان والمنطقة نصر الله توجه بالشكر إلى القيادة الإيرانية وشعبها على ما قدمته إلى لبنان وفلسطين وحركات المقاومة وشعوب المنطقة في مواجهة إسرائيل والإرهاب ظريف أكد من جهته موقف إيران الثابتة إلى جانب لبنان دولة وشعبا ومقاومة واستعدادها الدائم لتقديم المساعدة والتعاون ظريف كان قد التقى رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة خلال زيارته بيروت إضافة إلى نظيره جبران باسيل استعداد إيران الكامل للتعامل مع لبنان في المجالات كافة عنوان رئيسي حملته زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت في يومها الثاني من القصر الرئاسي في بعبدة كانت البداية نقل إلى الرئيس ميشيل عون تحيات الرئيس الإيراني حسن روحاني مجددا الدعوة التي كان وجهها إليه لزيارة طهران عون الذي أعرب بدوره عن امتنانه للدعم الذي يلقاه لبنان من إيران أكد أن للأخيرة دورا في المساعدة على تحقيق عودة النازحين مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستولي هذا الملف أهمية خاصة في عين التين حيث التقى ظريف رئيس مجلس النواب نبيهبر الرسالة لم تختلف الاستعداد الدائم والكامل للتعاون مع لبنان بما يخدم المصلحة الوطنية للبلدين ولا يرتد سلبا على أي طرف من الأطراف وفي مقر الخارجية اللبنانية ثمن ظريف موقف لبنان الرافض للمشاركة في مؤتمر وارسو مشددا على عدم السمح للآخرين بأن يروج لأخطار وتهديدات وهمية وواهمة وردا على سؤال للميادين قال ظريف أنه لما سلد المسؤولين اللبنانيين روحا إيجابية تجاه التعاون مع إيران بما أننا لا نريد أن يشعر لبنان بأي ديق أو حرج من التعاون الثنائي معنا هناك متابعة لهذا الأمر بين المعنيين في الحكومتين وواثقون أننا سنصل إلى أفضل نتيجة متوخات في هذا الملف ليس هناك قانون دولي يحضر على إيران ولبنان الانفتاح والطلاق والتعاون حتى أن القرار 2231 يطلب من كل الدول تطبيع علاقاتها مع إيران ولذلك فإنما تمارسه أمريكا من ضغوط يدفع الدول إلى نقض هذا القرار الدولي وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل من جهته قال أن مسار أستانا يفيد الاستقرار في سوريا ولبنان ويساعد على تهيئة الأجواء اللازمة لعودة النازحين السوريين مع دعمنا الكامل لتشكيل لجنة وضع الدستور ولانهاء كل الأوضاع الشيزة داخل سوريا في إدلب شرق الفرات وكل الجيوب المتبقية للجماعات الإرهابية يلي ضرارة مقتصر على سوريا ولكن لبنان تشظى كثيرا منه كما التقضى ريف الصراعي الحكومي رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ليكون أول مسؤول خارجي يزوره للتهنئة هي زيارة أول مسؤول خارجي إلى بيروت بعد تأليف الحكومة أرادها ضريف مناسبة لتهنئة لبنان بما عده إنجازا كبيرا بالتزامن مع ذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإيرانية وأكد استعداد إيران التجاوب مع طلب الحكومة اللبنانية للتعاون معها في أي مجال حيوي تراه مناسبا سار الحف بيروت الميادين أنهت المحكمة العسكرية اللبنانية محاكمة السوري ثائر مشكاف المتهم بالانتماء إلى جبهة دسرة وتنفيذ أعمال إرهابية والمشاركة في عملية خطف راهبات دير معلولة في سوريا وأنهت المحكمة أيضا محاكمة أيمن مشكاف المتهم بمساعدة ثائر على الاختباء في لبنان وتسهيل عملية محاولة الهرب إلى تركيا الأخير اعترف بأنه ضابط منشق عن الجيش السوري وشارك في معركة السيطرة على بلدة معلولة ومحاصرة الدير النشرة المستمرة وفيها بعض الفاصل الأعلام البريطانية تحدث عن عزم تيريزا مي على الاستقالة من جديد أهلا ومرحبا بكم أكد المشاركون في الحوار الفلسطيني بموسكو رفضهم الانقسامة والخطابة عن استحالة التغلب عليه لفتين إلى تقارب وجهات نظري القوى وفي مسودة البيان الختمي لللقاء أكد المشاركون تمسك باتفاق القاهرة لعام 2017 مشيرين إلى سعيهم المشتركي لحل التناقضات من خلال الحوار الشامل والإجراءات الديمقراطية كما عبر المشاركون عن رفضهم أي مبادرات خارجية من شأنها تقويد فرص بناء دولة فلسطينية مستقلة ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترحة للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين أنجزت صحيفة تايمز اف إزرايل نقلت عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم أن ترامب يستبعد نشر الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة مؤكدين أن الصفقة المقترحة تحمي أمن إسرائيل على حد تعبيرهم إلى ذلك كشفت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو إجرى محادثات سرية مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في أعقاب توقيع الاتفاق النووي مع إيران المحادثات بحسب القناة تناولت التنصيق بين الطرفين بشأن الملف الإيراني مشيرة إلى أن الحلف بين الإمارات وإسرائيل تطور في السنوات العشرين الأخيرة وتضمن علاقات أمنية سياسية واقتصادية متشعبة بين الدولتين معظمها سري كشفت وكالة أسوشييتد بريس أن وكلاء سريين مجهولين يلاحقون أربعة باحثين كشفوا عن تعاون حكومات بعض الدول مع شركة أن أس أو الإسرائيلية للتجسس على مواطني هذه الدول الأعلام الإسرائيلي ربط بين هذا التقرير وتقارير سابقة عن تورط الشركة بالتجسس على صحفي جمال خاشقجي هبة الله بطار سجل إسرائيل في النشاطات التجسسية المشبوهة حافل أحدث فصوله كشفها ثلاثة محامين وصحفي رفعوا دعاوى قضائية على شركة أن أس أو الإسرائيلية بسبب بيعها برامج تجسسية لحكومات دول لديها سجلات مشكوك فيها في مجال حقوق الإنسان لمساعدتها على التجسس على مواطني هذه الدول وكالة أسوشييتد بريس كشفت أن وكلاء سريين مجهولين يلاحقون الباحثين الأربعة ورتبوا معهم لقاءات تهدف إلى توجيه أسئلة استفزازية للحصول على اعترافات تقوض مصداقيتهم ولسيما أن هؤلاء الباحثين لهم دور في دعاوى قضائية مرفوعة ضد الشركة الإسرائيلية ما أنصدر هذا التقرير حتى ربط الإعلام الإسرائيلي بينه وبين تقارير سابقة تتحدث عن بيع شركة أن أس أو الإسرائيلية السعودية برامج تجسس كما ذكرت صحيفة هاراتس بتقرير سابق نشرته صحيفة نيويورك تايمز حول المعارض السعودي عمر عبد العزيز وهو صديق الصحفي جمال خاشقجي حيث اتهم عبد العزيز شركة أن أس أو باختراق هاتفه المحمول من أجل مساعدة الحكومة السعودية في مراقبة اتصالاته مع الصحفي الذي قتل في قنصلية بلاده في تركيا اللافت هنا أن المعارض السعودي قدم دعاوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية بالتعاون مع شخص يدعى مازن المصري هنا تتقاطع المعلومات مع ما نشرته وكالة أسوشييت دي بريس فالمصري هو واحد من الباحثين الأربعة الذين يتعرضون للملاحقة من قبل الوكلاء السريين والهدف من ملاحقته هو تقويض مصداقية ما يتحدث عن بصمات إسرائيلية في قضية خاشقجي دعا الاتحاد الأفريقي إلى تنظيم مؤتمر بشأن ليبيا خلال الأشهر المقبلة لمحاولة إيجاد حل للنزاع مطالبا بإجراء انتخابات في تشرين الأول أكتوبر وأعلن المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة أحمد المسماري عبر فيسبوك أن القوات المسلحة بسطت كامل سيطرتها على حقل الشرار النفطي وعلى كامل منشآته الرئيسية سلميا من دون أي اشتباك أكد الرئيس الفنزولي نيكول أسمادورو أن جنود بلاده وقواتها المسلحة سيدافعون عن فنزولا ضد ما وصفه بالتهديد الإمبريالي في كلمة له خلال تدريبات ومناورات عسكرية للقوات المسلحة قال إن القوات المسلحة مدربة تدريبا عاليا للدفاع عن الوطن في وجه أي تهديد خارجي لقد هددنا رئيس الامبراطورية دونالد ترامب وقد أثار تهديده صخطا ورضا من جميع الناس في فينزولا ومن الرأي العام العالمي لقد أجبرنا هذا التهديد على الاستعداد للدفاع عن حق بلدنا في السلام ولدفاع عن كرامة فينزولا وسيادتها واستقلالها والدفاع عن الحق في العيش في القرن الحادي والعشرين كدولة حرة ذات سيادة أكد السناتور الجمهوري الأمريكي ريتشارد شيلباي التوصل إلى اتفاق مبدئي على تمويل الحكومة وتجنب الإغلاق الحكومي وأضاف أن الموظفين سيضعون التفاصيل من دون أن يحدد الخطوط العريضة للاتفاق الذي يقضي بتمويل أمن الحدود أيضا هذا ويتعين على المفاوضين التوصل إلى اتفاق نهائي قبل يوم الجمعة لتفادي حدوث إغلاق حكومي ثاني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قواته حررت الشرق الأوسط من داعش مئة في المئة تقريبا بحسب تعبيره وأنه ربما يعلن القضاء على التنظيم الأسبوع المقبل وأكد ترامب أن الوقت حان لعودة قوات بلاده من سوريا وفي كلمة ألقاها أمام حشد من مناصره في تكساس شددا على أن الجدار الحدودي سيبنى وبوتيرة متسارعة كما وصف الحزب الديمقراطي بحزب الاشتراكية والحدود المفتوحة والجرائم على حد تعبيره ذكرت صحيفة تأذيسان أن وزراء في حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي يعتقدون أنها تستعد للاستقالة من منصبها هذا الصيف حتى يتسنى لها التأثير في من سيخلفها وكان المشرعون قد رفضوا خطة مي للخروج من الاتحاد الأوروبي وصوتوا لمصلحة مطالبتها بسعي إلى إدخال التعديلات عليها كان هذا كل ما لدينا من أخبار والآن تذكير بالعنوين ستة عشر شهيدا بينهم أطفال في قصف للتحالف بقيادة واشنطن استهدى فاري فدير الزور حشود مليونية في إيران احتفالا بذكر انتصار الثورة الإسلامية وروحان يؤكد الثبات على المسار الذي اختاره الشعب قبل أربعين عاما ضريف يؤكد استعداد طهران للتعاون مع لبنان في المجالات كافة وباسيل يرفض المشاركة في مؤتمر وارسو وسائل أعلى من إسرائيلية تكشف عن محادثات سرية أجراها نتنياهو مع ولي عهد أبو ظبي بعد التوقيع الاتفاق النووي مع إيران للمزيد من الأخبار زروا موقع الميادين على الانترنت الميادين.net ولمتابعين بلغة الإسبانية اسبانول.الميادين.net إلى اللقاء